تحميل فيديوهات الشورتز أسبوعيا قد يساعد في جذب ما يصل إلى أكتر من 200% من المشاهدين الجدد 200% أيوة 200% وهنا تسألت بيني وبين نفسي هل باستطاعتي كمتواحد فكرة أو أي قناة إن هي تحول المشاهد الجديد إلى مشاهد دائم ولقيت الإجابة عندك أنت حرفيا نعم لو أنت بتتفرج علي بشكل يومي فتأكد أن في بداية أنت ما كنتش تعرفني بنسبة 100% كنت مشاهد جديد وتم تحويلك إلى مشاهد دائم وبقيت في حياتك بشكل يومي معنى كده إنك بتستطعتك إنك تحول المشاهد الجديد إلى مشاهد دائم بناء على محتواك وتركيزك والقيمة اللي حضرتك بتقدمها فمعنى كده إن الفيديوهات القصيرة لو أنت بتنزلها أسبوعيا وقدرت إنك تربط بين الفيديوهات القصيرة والفيديوهات الطويلة أنا متأكد إنك كسبان بنسبة 100% وده اللي ظهر قدامي في إحصائيات حسام عبد الله لما جت بصيت وقلت كده وشفت بينه بالنفسي 8200 مشترك من الفيديوهات القصيرة في محتوى تعليمي رائج بنسبة 100% لم يتدنى ويذهب إلى محتوى آخر عن طريق الفيديوهات القصيرة من أجل المشاهدات من أجل المشتركين ولكن بمحتوى قناته محتوى تعليمي ولكن في طريقة للربط بين فيديوهاتك القصيرة وفيديوهاتك الطويلة اللي أنا شايف قدامي الموضوع فرق كتير جدا في فيديوهات تقريبا نسا معمولة 20,000 26,000 117,000 11,000 7,000 7,000 أي بمعنى أدق أن الفيديوهات القصيرة ممكن من خلالها أنك تحول فيديوهاتك نفسها إلى كنز أو الله العظيم 3 كنز يجي من الفيديوهات القصيرة المشاهدين ويتحولوا إلى مشاهد دائم ويتفرج عليك بشكل مستمر بس لازم الرابط الرابط بين فيديوهاتك القصيرة وفيديوهاتك الطويلة لو جينا على المحتوى اللي احنا بنزله وبصينا على الفيديوهات القصيرة هنلاقي عندك على الشمال ميزة فيديو ذات صلة والموضوع ده لسه إلى هذه اللحظة فيه ناس لغاية دلوقتي مش عارفة ايه فيديو ذات صلة وهنا لازم نفهم ان الموضوع ده بيخلي المشاهدون يجوا من هنا إلى هنا كباري من الفيديو القصير إلى الفيديو الطويل ومش بس كده ده الموضوع لما جيت بصيت على قناة المتوحد فكرة وبصيت على المحتوى وبصيت على الفيديوهات القصيرة لقيت ان الحمد لله جبت 162 مشترك ايه بنسبة تزيد 36 على الرغم ان انا ما كنتش دائم على الفيديوهات القصيرة اطلاقا وبنزل مقتطفات كل شهر واحد فالموضوع فرق كتير جدا ايوة فرق كتير جدا فيه ناس تحولوا معايا من الفيديوهات القصيرة إلى الفيديوهات الطويلة واستمروا معايا وكملوا معايا معنى كده ان استغلال الفيديوهات القصيرة لازم يقوم بزكاء مش مجرد تصوير فيديوهات وخلاص ورمي ويلا وركن ورمي وركن ورمي وركن لا لازم تستغلوا وبصراحة اللي انا شايف الفترة الأخيرة في الفيديوهات القصيرة بيساعد وبينمي الفترات اللي جاية الفيديوهات العادية والربط بينها ركز معايا في كل كلمة حقولها لان اللي قدامي دي احصائيات مجربة بنسبة 100% لان في مجموعة كبيرة جدا من منشيين المحتوى بشكل مستمر وبشكل دائم يقولك ايه لا دا انت كدب يا متواحد كنت نفعت نفسك وجبت انت ملايين طب ما انا جاب 18 مليون مشاهدة مش انا دا ولا دي قناة تانية دي المتواحد فكرة ايه متواحد فكرة اهي جايبة لا اصلا انت بتنزل فيديوهات كتير طيب ما تيجي تبص معايا كده ركز معايا شوف كده قناة زي سالي غنام يوميا بتنزل بسمه يوميا بتنزل ايه احتازي يوميا بتنزل عيش حياتك يوميا بتنزل الصراطة تبخ ما صمر يوميا بتنزل حب حياتك يوميا بتنزل دودو تشانل يوميا بتنزل ، مين بيت نهله يوميا بتنزل ال لم يكون كل يومين او ثلاثة ايام يعني معنا كده ان التنزيل المستمر بيساعد على ربط بينك وبين جمهورك ودا كان تحليل بسيط ليجي يقولك ايه ما تنزلش فيديوهات كتير ما لعمليه اصل النهاردة الناس مش هتتفرج عليك طب ما طبيعي جدا الناس هتفرج عليك كل يوم ما انت بترمي هيستوري جوه تاريخ جوه اليوتيوب والتاريخ ده بيبضل شغال انا عندي فيديوهات شغالة على المتواحد فكرة لو جينا بصينا مع بعض على المتواحد فكرة وبصينا كده على الاحصائيات بقالها سنين ضوئية حرفيا بقالها سنين ضوئية وبص معاه الاحصائيات واخر 48 ساعة ولسه بتجيب مشاهدات لجد الوقتي انزل معاك ده وبص معاك مثلا فيديو زي ده زيادت المتابعين ده تاريخ شهر سبعة اللي فات فيديو زي ده في شهر كام ستة اللي فات تعال انزل فيديو زي ده في عشرين اثنين وعشرين اربعة اللي فات فيديو زي ده في عشرين وعشرين انت هتعمل تاريخ ارمي فيديوهاتك خليها بحثية خلي يكون عندك مشاهدات واشتغل على نفسك وطور من نفسك ما تسمعش لأي حد بقولك الميتين وخلاص شكرا لجميع كان معاكم المرجع الاول لمنشئ المحتوى على اليوتيوب اللي الوحيد لغد دلوقتي لم يتخلى عن مبدأه وهو الالتزام بمحتوى القناة فقط لغير